أستاذ زهاب، إيه رأيك؟ خليني بالبداية أقول إن عندي إيمان مطلق بأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناه شعبث ومن الضعف إن إحنا نؤمن إن ممكن أي حد يتحكم في مصارنا قرى ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي قضية السحر والمسئة كان مسمها مش وليدة النهاردة بفضل الله درت إن أنا أنجز دراسة جزء منها ميداني وجزء منها نظري معتمدة على كل ما سبقاني من الدراسات سواء في علم النفس أو حتى في دراسة منها أجريت في المركز القومي البحث الاجتماعي والجنائي في 2005 تعرضت بشكل كامل لطبيعة الظاهرة دي في حياتنا كمصريين يعني درجة إن في أرقام ذكرت تخضينا يعني خلينا تخيل إن أتذكر كان لعملها الدكتور محمد عبد العظيم وصل إن إحنا عندنا في مصر تحديداً 350 ألف شخص بيمرسوا الدجل والشعواز على مستوى العالم العربي في مالة يقل عن ربع مليون بني آدم أو دجال بيتنقل بين الدول دي زي الرحالة النهاردة في حالة هنا في المغرب في حالة في تونس في حاجة وبيتلوه وبيتلوه مدالة طائلة يعني جداً يعني بصراحة أنا وأنا بتتبع الموضوع ده والتفاصيل اللي وردتني حاجات يشيب لها الولدان يعني لكن تخيليني إحنا في تاريخنا في مصر هنا خليني أجمل يأتي بعض يعني إجمالاً بعض التفصيل إن عندنا كل من يدعي وخليني أصرح بده كل من يدعي إنه قادر على الشفاء بالأعمال والسحر أي إن كان درجاته وأنا يعني بعد كذا يوصد عمر إحنا بندخل في إطار التلاعب بعقول المصريين وبعضهم هو نصاب بشب يعني بدون تشبيه هو نصاب هو نصاب وعندنا وقاءة كتيرة أتذكر منهم كان في آخر التسعينات بدون تصريح بإسم حاشين بعض الشخصيات صرحوا ليها بحكم العمل الصحفي اللي كانوا قربين من الحالات اللي كان بيعالجها والإعترافات إنه ابتز شخصية برزة في قطاع النفط في الإمارات بإنه صور زوجته في أوضاع جنسية مخلة برضو تحت سطار الدجل أو إن عندها مس أو سحر وابتزهم بمبالغ يعني عشرات الملايين وظل مطارد لمدة أكتر من خمس سنين من الإنتربول الدولي وفي النهاية ما تقبطش عليهم خلينا أقول لحضرتك إن الاستغلال اللي بيتم من جانب الدجال لضحايا هو في الغالب لغرضين الغرض المادي والغرض الجنسي وأنا أسفل بالكلام ده لكن أنا الكلام ده باعتمد على سجلات محاضر الشرطة بحكم إنها اشتغلت فترة في الحوادث ومتتبع بشكل دقيق لكل ما ينشر عنه حتى الآن لا تقترن حالة أو حدثة من حالات الدجل والشعوازة إلا إن يكون فيه استغلال الضحايا بشكل مادي يعقبه استغلال جنسي والدرجة إن كنت بستغرب إن إيه لا يبرأ إنه دايما عند الدجال الحديث المودرن جهاز الكمبيوتر وعليه أفلام إباحية فهو شخص مريض بيستغل مريض نفسي وخلينا بأكد على النقطة دي يأتي بعدها توضيح بعد كده لأن يعني بتواصلي مع أشهر أطباء النفس في مصر أجمعوا إن ما لا يقل عن 85% من الحالات اللي بتروح لهم بيبقى في البداية بيتوهموا إن عندهم مس ولما بيكتشفوا إن ما فيش علاج عند الدجال بيبدأوا خلاص يتجهوا للطريق الصح العلاج عند الطبيب النفسي أو الأمراض العصبية 85% وقد يزيد بيتعرضنا وبذلك طبعا هم في الغالب بتبقى ضحايا إناث بيتعرضنا للاتزاز الجنسي والاستغلال الجنسي